السلام عليكم يعطيكم ألف عافية اليوم رح نعمل بسكويت بنكهة البرتآن كتير طيب ولزيز مشهور بمصر كتير وبيستحق عن جد التجربة كيف نحافظ على هالشكل والقوام ومايفرش معنا بالصينية أثناء الشوية بالفرن رح أحكي على التفاصيل كلها ضمن الفيديو بتتمنى تتابعوا الفيديو للأخير حتى تاخدوا نفس النتائج لعم تشوفوا شوفوا معك فها شاشة وقرشة البسكويت رائعة وبالدوب دوابا بتتم مع هيك هارشي لطيفة خلنا نشوف الطريقة والمقادر مع بعض أهم خطوة نجهز كل المكونات رح أذكركم ياها بالكوب وبالوزن عند طحين أبيض 0 800 جرام بيطلعوا بالكوب اللي ساعته متر وخمسة ميل لتر خمسة كوب ونص بيلزمنا نصف في الكمية زبدي أنا استخدمت لورباك بحسة أطيب شي بيطلعوا 2 كوب مقاص يعني متل مشايفين 400 جرام لازم تكون زبدي باردي عنا 4 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة كل البيضة ووزنة 50 جرام هلأ عنا السكر فيكم تستخدموا البودرة لأيسينج شوغر وفيكم تستخدموا سكر مطحون بهذا الشكل الوزن 250 جرام بيطلع كتير مناسب الحلة لـ 800 جرام من الطحين وعنا نصف كوب من عصير البرتقان هاي النكهة المميزة بهذا البسكويت رح يلزمنا برش بارتقاني تطلع معلقة كاملة ومعلقة شاي من الفانيلا نصف معلقة الشاي من الباكينج بودر ما بدنا مواد رافعة كتير وعندي رش لا تذكر من الملح هاي المكونات نبدأ بطريقة العمل بفرغ الزبدي رح استخدم العجاني فيكن تستخدمو الخفاءة الكهربائية اليدوية لكن هاي اسرع ان توفرت لازم تكون زبدي اذا باردي متل ما قلنا بس يعني يكون فيها شوية هيك تراوي او ليوني استخدمت كف التقليب بس لحطة طرية شوي ضيف هلا السكر كمية اللي ذكرناها وبرجع كمان بقلبون مع بعض بعد هيك رح ارفع مضرب التقليب واستخدم مضرب الخفاء بدل القوام يصير كتير خفيف هلا مشوف كيف رح نحصل على القوام هاي الخطوة كتير مهمة لنجاح البسكويت او البتفور طبعا للأسف يعني هذا البسكويت باليد ما بيزبط بدون خفاقة لان الزبدي لازم تصير كريمية متل ما شايفين هي والسكر منحرك شوي حتى نضمن انه كل الخليط صار بقوام واحد نشوف كيف صار القوام وصار لون الزبدي كاشف كتير شايفين هذا القوام اللي بدنا ياه هلا رح اضيف البيض حبي حبي بالتدريج مع الخفق المستمر بهذا الشكل طبعا البيض بدرج حرارة الغرفة اذا حطيت اربع حبات من البيض منشان نقضي عزنخة البيض بنحط فانيلا وللنكهة بنحط كمان برش البرتقان بنخرط كمان شوي شي دقيقة وبعد اضافة البيض والمطيبات بنشوف القوام كيف صار غير شكل هلا رح نضيف كمية للطحين اللي ذكرناها بشكل تدريجي مع اضافة الباكينج بودر واضافة رشة الملح لأ رح ارفع مضرب الخفق وارجع حط مضرب التقليب بهاي المرحلة فيكن تستخدموا الايد او باي معلقة لكن طالما انا متوفر عندي مضرب التقليب رجعت حطيتو بس السرعة تكون اقل الشي يعني على الواحد بس هلا انا بدي سرع الفيديو رح تفكروا اني انا مسرع على السرعة لا سرعة العجاني على الواحد لكن الفيديو سريع مشان تنتبهوا ما بدنا نخسر كمية الهول اللي دخلناها بالخفق بالمرحلة الاولى تمام رح تابع لتخلص كل كمية للطحين حلا بحط نصف معلقة الشاي انتبهوا معلقة الشاي من الباكينج بودر ورشة الملح هلا منشوف القوام كيف صار بتقدرو ازا ما بدكم نضيفوا عصير برتقان فيكن اتبردو هاي العجيني تفردوها وتقطعوها بالاوالب بتطلع معاكن هيك متل بتيفور بنكهة البرتقان لكن انا رح اعملوا صب بالكيس لهيك رح اضيف عصير برتقان نصف كوب وارجع اللبون شوي طبعا على صرعة هادية بصير القوام معكن هيك طري ولين يعني ما فينا نشكله بالقالب لازم يكون التشكيل بالكيس هلا برفع المضرب بلملم العجيني بنشوف قوامه كيف صار رخو هذا القوام البدنية ازا بتحبوا يكون رخو شوي تاني فيكن نضيفوا كمان ملقتين من عصير برتقان هذا هو الكيس اللي رح استخدمه وهذا الراس يلي بيكون خاص بتشكيل هذا النوع من البسكويت طبعا ما متوفر هادا الرأس بتقدر ترجسمه اي رسمي بتحبوه ممكن تشكله العجين بالمعلقة معلقة الاكل وتمسدوه ان تعنون هيك الخطوط بالشوكي كمان بيصير هلا رح استخدم صينية بطنته بورقة زبدة ونبدأ هلا برسم البسكويت ثبت القمع بطرف الصينية وبرفع شوي ايدي لفوق ما بسحب سحبه وحده ع الصينية حتى اخد شكل مرتب لحبات البسكويت هلا بنترك مسافة عقدة اصبع بين كل قطعة وقطعة رسما سهل بس بدهم هيك شوية ترواء لناخد رسمي راكزي بالنسبة هادا للاطراف بالسكين بضبهم بهي الطريقة بهزة بشكلهم ناخد شكل مرتب هلا بعد ما انتهيت من تشكيل اول صينية ما بيخبزه بالفرن بروحوا بحطه بالبرات او بالفريزر بشغل الفرن لحتى يحمى على درجة حرارة مية وستين للمية وثمانين بيشتغل معكم لهذا النوع من البسكويت شوفوا كيف القطع جعم دي هيك بديها حتى ما تفرش معكم بالصينية ونحافظ على الرسمي والشكل هيك بتاخدو انجح طريقة للبسكويت ولطريقة الشوي تشغيل فقط من الاسفل بعدين منشغل من الاعلى قبل يعني ما تستوي من تحت منشغله شوي من فوق طبعا منسبت الصينية بالرف الوسط هاي الصينية بدون ورقة زبدي بس ده انت بمسحة زيت خفيفي بالمحرمي ورسمت الخطوط شايفين كمان بيطلع شكله رائع ولونه حلو بس صراحة عورقة الزبدي هيك بيطلع حسيت شكله احلى اكتر من تحت هذا قوامة وهي ارشتها غير شكل انها تجربوها وتنال اعجابكم بسكويت هيك هش وخفيف وطعمته طيبي بنكهة البرتقان ان شاء الله اليوم يكون افادتكم بالوصفة وبتمنى منكم تلتزموا بكل المقادير والخطوات يلي ذكرتها جميع المقادير بصندوق الوصف بشكركم كتير لحسن المتابعة وان شاء الله كل عام انتو بقى الفخير هي اخر وصفة حلو عالعيد ونشوفكم ان شاء الله بفيديوهات جديدي وافكار جديدي كونوا بالانتظار سلام